مملكة البحرين مملكة البحرين ومثالة الملك المعظم ومثاق العمل الوطني حققت مملكة البحرين إنجازات لا تحصى طالت مختلف القطاعات فقد واصلت المملكة مسيرتها الديمقراطية بإجراء انتخاباتها النيابية والبلدية والتي حققت في آخرها عام 2022 مؤشرات ونسبة مشاركة مرتفعة بلغت 73.18% كما يواصل التعاون البناء والتنسيق المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشرعية بما يحقق مصلحة الوطن وأبنائه كما أولى جلالة الملك المعظم القطاع التعليمي عناية خاصة واهتماما كبيرا فانتشرت المدارس والجامعات في أرجاء المملكة وتطورت السياسات والوسائل التعليمية وفق أحدث الأساليب والتقنيات فحقق أبناء البحرين التفوق والتميز على الصعيدين المحلي والخارجي بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل ولخلق قاعدة اقتصادية شاملة أعملت حكومة مملكة البحرين على تنفيذ توجيهات جلالة الملك المعظم فجاءت خطة التعافي الاقتصادي بأولوياتها الخمس فازدادت من معدلات النمو الاقتصادي غير النفطي وتطورت الأنشطة الاقتصادية والتجارية وتم فتح سوق البحرين أمام مختلف الاستثمارات إضافة إلى مواصلة الاستثمار في قطاع النفط والغاز وضمان استدامته باعتباره أحد القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية ونجح القطاع الصحي في العهد الزاهر للعاهل المعظم في تقديم أفضل الخدمات ورعاية الصحية للمواطنين والمقيمين والتغلب على التحديات العالمية لسيما تحدي فيروس كورونا وتحوراته المختلفة إلى جانب توفير أحدث الإمكانيات والمعدات والأجهزة الطبية ومواكبة آخر التطورات العلمية في المجال الصحي وفي ظل الاهتمام الكبير الذي يحظى به القطاع الرياضي من لدن جلالة الملك المعظم وصل أبطال المملكة إلى المحافل العالمية متوجينة بالمراكز الأولى في مختلف الأنشطة الرياضية ناهيك عن تنظيم المملكة لمختلف الفعاليات الرياضية هذا وحققت البلاد بفضل رعاية الملكية السامية تقدما كبيرا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومكافحة التغير المناخي كما وصلت الرسالة السلام والتعايش التي ترعاها المملكة إلى العالمية إلى جانب المساع الخير التي تبذلها المملكة وفق توجيهات جلالة الملك المعظم في مجال الإغاثة الإنسانية ومد يد العون للدول الشقيقة والصديقة والتي جاء أخرها لدولة فلسطين وتحديدا قطاع قزة وعلى مستوى العلاقات الخارجية وبفقا لحنكة العاهل المعطم تؤدي مملكة البحرين دورا محوريا في المنطقة بفضل سياستها الخارجية المتزنة يأتي هذا في الوقت الذي تمضي به مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم قدما في استكمال مسيرتها التنموية الشاملة الطموحة ترجمة نانسي قنقر